بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها السادة المشاهدون أيها السيدات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معايش على قناة التناصح أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الذي يعنى بفلسفة الاقتصاد الإسلامي نتحدث اليوم في هذه الحلقة عن الهندسة المالية الإسلامية في حديثنا عنها سنتطرق إلى مفهومها مفهوم الهندسة المالية الإسلامية وأهداف الهندسة المالية الإسلامية وأهميتها وكذلك عن ضوابط الهندسة المالية الإسلامية والفرق بينها وبين الحيال المحرمة ثم نتطرق إلى أدوات الهندسة المالية وصناعة التحوط يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيفا عزيزا من استوديوهاتنا في إسطنبول وهو فضيلة الدكتور أشرف دوابة أستاذ التمويل والاقتصاد الإسلامي بجامعة إسطنبول صباح الدين زعيم حياكم الله فضيلة الدكتور حياكم الله يا دكتور سالم ربنا أحفظك وبركاتي يا شباب أنا مش سامع مش سامع الدكتور يا أخوان شباب في مشكلة في الصوت عندي دكتور سالم تسمعني الآن أنا يعني بوجه تحييتي لحضرتك والجمهورك الكريم هل تسمعني؟ تسمعني يا دكتور؟ أستاذ خليثة هل تسمعني الآن؟ أستاذ خليثة عندي مشكلة في الصوت حاليا تسمعني الآن؟ مرحبا بكم من جديد أيها المشاهدون والمشاهدات الآن بعد أن تغلبنا على الخل الفني معنا فضيلة الدكتور أشرف دوابة أستاذة التمويل والاقتصاد الإسلامي بجامعة إسطنبول صباح الدين زعيم حياكم الله دكتور يا أهلا وسهلا دكتور سالم أهلا بحضرتك وجمهورك الكريم يا حياك الله دكتور والله فرصة سعيدة وأنا شاكر ومقدر كريم استجابتك للخروج معنا في هذا البرنامج ربنا يبارك فيك وعلى قناة التناصف بارك الله فيك دكتور ربنا يبارك في جهودك وجهود الفريق على العمل الذي معك بارك الله فيك طبعا الدكتور أشرف دوابة يعني اسم كبير في سماء ونجم كبير في سماء الاقتصاد الإسلامي حقيقة بمؤلفاته وبتدريسه وبأبحاثه وبما يقدمهم المجهودات حقيقة يعني كبيرة وعالية ومقدرة جدا الله يبارك فيك فضيلة الدكتور آمين يا رب العامين فضيلة الدكتور طبعا دائما نبدأ بالمفاهيم سيكون حديثنا عن الهندسة المالية الإسلامية نريد أن نفهم ما معنى الهندسة المالية الإسلامية ولماذا اختير لها هذا الاسم وما هو هذا المفهوم ابتداء وعلى ما يدل في حديثنا في الاقتصاد الإسلامي حياك الله فضيلة الدكتور تفضل ربنا يبارك فيك يا دكتور سالم حقيقة هو الهندسة المالية الإسلامية هو مصطلح معاصر لسنا نحن أصحابه ولكن هو مصطلح نشأ في الغرب وإن كان مضمونه موجود في الاقتصاد الإسلامي منذ عهد الرسالة فإحنا لابد نرجع الأمور لوضعها الأول للواقع اللي نعيش ثم نرجع إلى مضمون هذا المصطلح في الاقتصاد الإسلامي نعم حقيقة في فترة التمنينات حدثت مشاكل في بريطانيا خاصة بموضوع التضخم وبعد البنوك حصلها نوع من التعثر نتيجة لسلكيات بعض العملاء مع هذه البنوك فلاجئوا ببساطة أنهم يعملوا نوع من تطوير الأمور بتاعتهم ويتحوطوا ضد المخاطر بطرق متعددة فبدأ من هنا مصطلح الهندسة المالية يظهر وأصبح هذا المصطلح بعد كده لصيق بشيء اسمه المشتقات المالية لعلنا نعرج عليه بعد كده بس طريقة مبسطة حتى يفهمها الناس وأصبح إذا احنا تكلمنا عن الهندسة المالية نتكلم على موضوع المشتقات والتحوط ضد المخاطر زي حضرتك ما قلت مشوية المقدمة بتاع حضرتك وعملوا جمعية حتى للمهندسين الماليين وأصبح شيء مهم جدا على مستوى العالم في هذا الإطار وتعريفتها اتعددت تعريفتها لكن كان أفضل تعريفة آل فيها وتعريف اسمه فينيرتي اللي عرف الهندسة المالية ببساطة تقليدية يعني بأنها تصميم وتطوير وتنفيذ أدوات وآليات مالية مبتكرة ووضع حلول خلاقة لمشاكل التنوي ده التعريف البسيط خالص في هذا العمر فهو ده تعريف تقليدي الأسس في الهندسة المالية صراحة هو معملية الاتجار في المخاطر ولذلك إحنا لما حبينا ناخد هذا المصطلح وفقا للمضمون الإسلامي ما عندناش مانع نستفيد مما هو موجود في الغرب لكن في نفس الوقت إن إحنا نبدأ نربط ذلك بتراصنا الأساسي وهو القرآن والسنة في هذا الإطار فمن هنا مثلا أنا أخذت تعريف فينيرتي وعرفت تعريف للهندسة المالية إن هو برضو نفس الوضع التصميم وتطوير وتنفيذ أدوات وأليات مالية مبتكرة وأيضا وضع حلول خلاقة لمشاكل التمويل تجمع بين المصداقية الشرعية والكفاءة الاقتصادية والكفاءة الاجتماعية فأصبح التعريف دلوقتي مرتبط بإن إحنا بنصمم ونطور وننفذ يبقى دول ثلاث حاجات أساسيين في الهندسة المالية تصميم وتطوير وتنفيذ أدي ده شيء أساسي بنصمم إيه بقى ونطور ده أدوات وأليات أدوات مالية وطبعا الغرب ظهرت عنده حاجات كتيرة جدا صراحة في هذا الإطار يعني منتجات لا حسرة لها في غير المشتقات وغيره حتى يعني وأليات الغرض من الأليات عملية إن إحنا العمليات المالية نفسها إزاي نقدر نأثر فيها بإجراءاتها تكون بسيطة نستفيد من التقنية الموجودة أو التكنولوجيا الموجودة في هذا الموضوع وأدي أليات مالية مبتكرة ووضع حلول خلاقة لمشاكل التمويل دايما بيقول الحاجة هي أم الاختراع فطبعا الهندسة المالية نظرت لهذا الموضوع لأن الحاجة أدت إلى ابتكار والابتكار يؤدي للهندسة المالية والهندسة المالية تؤدي إلى الابتكار يعني نستطيع ببساطة نقول إن الابتكار نتيجة للهندسة المالية والهندسة المالية أيضا تؤدي يعني تؤدي الابتكار والابتكار يؤدي للهندسة المالية زي الثمرة حينما نزرحها في الأرض الثمرة دلوقتي ما نزرحها بتطلع شجرة بتطلع ثمار الثمار بنأخذها نزرحها مرة أخرى لتخرج الشجرة وربطنا الموضوع في الجانب الإسلامي بالثلاث أشياء دولا اللي هو إيه؟ اللي هو المصداقية الشرعية والكفاءة الاقتصادية والكفاءة الاجتماعية والمصداقية الشرعية بتعني أن الأدوات والأليات والأمور ذو كلها والحلول لابد أن تكون فيها مصداقية شرعية بعيدة عن الحيل المذمومة اللي أنا أطلقت عليها مصطلح الهندسة المالية الشيطانية وأفردت لها يعني جزء كبير في كتاب لي خاص بالهندسة المالية الإسلامية وأيضا أنا بدي بس مختصر عشان لو فيه تفصيلات بعد كده وعندنا الكفاءة الاقتصادية المرتبطة بتحقيق الربحية وإدارة المخاطر والكفاءة الاجتماعية المرتبطة إن أنا حينما يعني أبتكر منتج ولا غيره الواجب أراعي حاجات المجتمع واحتياجاته من ضروريات وحاجيات وتحسينات فلا أرسخ مفهوم الكماليات على حساب الضروريات كما نرى في بعض المنتجات اليوم ده ملخص تعريف للهندسة المالية جميل جدا دكتور حقيقة يعني وإن كان طبعا لها أصول في الإسلام ممكن أتكلم عنه إن شاء الله حينما يعني طار حضرتك يعني جميل جدا دكتور طبعا أنت يعني بمقدمتك التي تحدثت عن مسألة أن الهندسة المالية في أصلها مبتكر غربي ونحن أخذناه والحكمة ضلت المؤمن كما يقولون الآن عندنا إشكال في فهم بعض الناس بل وبعض المتخصصين في الشريعة للمصارف الإسلامية أنهم يريدون مصارف على هواهم بحيث أنها يقولون يعني يعني يخرجون من الفكرة العامة للمصرفية والنظام المصرفي العالمي ويسعون لابتكارات جديدة هل هذا مستساغ يعني يعني كتعريجة فقط لأنه مبتلون بهذا الأمر يعني هذه الأيام هل هذا مستساغ في فن الصيرفة العالمية أو مسموح به أصلا والله يا دكتور صراحة موضوع الابتكارات نحن مع الابتكارات وإنت قلت حضرتك الحديث الرسول الحكمة أو الكلمة ضلت المؤمن أن وجدها فهو حق النسبة دي حيئة لكن ليس كل أمر على إطلاقه بهذه الصورة يعني نحن الآن في المصرفية الإسلامية لا نعالم قلة المنتجات إحنا عندنا في التمويل بس أكتر من 20 منتج في التمويل لكن بيتطبق منهم إيه؟ خدوا المربحة وعايشين فيها لابسين السوب بتاعها مش راديني إلي أقول حد النهاردة ومش كده وبس ده الهندسة المالية الشيطانية راحت نحية التورق المصرف المنظم اللي أصبح للأسف الشديد كأن ده بيسمي بعضهم زوراً وبوتاناً بيسموا رئة البنوك الإسلامية وهي رئة فاسدة أضرت سمعة هذه البنوك وغيره غيره يعني في هذه الأشياء واليوم بيدوروا على مضوح قلب الديون ومن قريب كانوا بيدرسوا يربطوا المؤشر بتاع العائب بتاع المربحة يربطوا العائب بتاع المربحة يربطوا بمؤشر وجعلوا ده كأنه إسلامي فهذا انحراف في الفكر وانحراف في الطبيق وكل هذا أضعه تحت بند الهندسة المالية الشيطانية فنحن لا نعاني من قلة المنتجات ولكن نعاني من طبيقها والإسلام يعني بيحس على ابتكار الإسلام طبيعته كده يعني ليس عندي مانع إن أنا استفيد مما توصل إليه الغرب وأربطوا في فق الواقع وأربط بين هذا وزك وسير وحضرتك حتى أنا لو تكلمت معزرة يا دكتور سالم عشان بس نبين نحن نتكلم عن الهندسة المالية هو عن حد مثال بسيط لعملية التطوير اللي تمت حتى في عهد الرسالة وهذه رؤية شخصية اللي هي في هذا الإطار يعني جميل يعني أنا لما بص ألاء النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة للمدينة لما راح لأهم بيتعاملوا بيشتروا الطمر من على الشجر بهذه الصورة بيبيع السلم ولكن الموضوع كان فيه غرر كثير فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بلغة العصر بالهندسة المالية الإسلامية ضبط هذا الأمر ضبطا يحول بينه وبين الغرر الكثير فقال من أسلف فليسلف فيه كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم فجعل حلول لهذه المشكلة هذه حلول وفقا لما أمر الله عز وجل به أيضا موضوع الطمر الحديث المشهور بتاع الطمر الجنيب والطمر الجيد الجنيب الجيد والطمر الردي في هذا الوضح بتاع سيدنا بلال المزني الجمع الله يفتع عليه قال له بيع الرسول وصت النقد وصت النقد لكي يجعل النقود وسط للتبادل ومخياس للقيم ومعيان للمدفوعات الأجلة والذين أخذوا المصرفية الإسلامية إلى التورق المصرف المنظم يوسطون السلعة للوصول إلى الحرام يعني أنظر الرسول وصت النقد للوصول للحلال وهم الآن يوسطون السلعة شكلا لا مضمونة للوقوع في الحرام موضوع إدارة المخاطر برضا أنا بتكلمها هو كيف الأمور موجودة عندنا في طراصنا الإسلامي وفي شرعتنا العباس بن عبد المطالب كان راجل أعمال من طراث فريد وحكيم بن حزام كان راجل أعمال من طراث فريد فكان العباس بن المطالب وحكيم بن حزام نفس الوضع لما يدي ماله لحد مضربة كان يقوله كده المال ده تاخده ما تستسمروش في ساتة كابد الراتبة ولا في بطن وادي مسيل يعني ولا تركب به بحرا فرفع الشرور دي فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاد ذلك ما هو إدارة مخاطر بلغة العص إدارة مخاطر بيقوله بلاش تحطيلي فلوس بطن وادي مسيل يجي السيل يضيحه وغيره وغيره فدي كلها أمور وكذلك في موضوع ركوب البحر وغيره ذلك فدي كلها أمور الإسلام حس عليها في هذا الإطار والإسلام صراحة حط الأسس ولكن التطور الحضاري الموجود بيفرض علينا أمور نحن نحاول نستفيد منها كوسائل لتحقيق ذلك هذا ما يقودنا للحديث عن أهداف الهندسة المالية الإسلامية يعني وفق ما ذكرت دكتور ما أهداف هذه الهندسة يعني وأهميتها في الصناعة الصيرفة الإسلامية شوف برضا دكتور سالم شوف الهندسة المالية طبعا في الغرب عشان نربطه الوضع الغرب كل همهم هو عملية الربحية في هذا الإطار وتلبية متطلبات الناس قد الغرب يعني خلق حاجة وتلبية الحاجة دي قد هو بيعمل كده ولذلك احنا عندنا قاعدتين في الهندسة المالية التقليدية ويصلحوا معنا في الإسلامية ما عندناش اشكالية فيه أول قاعدة بتقول ما فيه شيء مجاني يعني لازم شيء مقابل شيء القاعدة التانية بيقولك أن كل أطراف التعامل اللي في الهندسة المالية الواجب يخرجه سعداء ده القاعدتين اللي هم موجودين في هذا الوضع فالهندسة المالية التقليدية أساسا للأسف الشديد انتقلت إلى إدارة المخاطر من خلال الاتجار في المخاطر بيبيع مخاطر بيبيع ويكسف في المخاطر أما احنا هدفنا في الهندسة المالية الإسلامية نعاوزين نبتكر منتجات تلبي احتياجات المجتمع وفقا لضروريات المجتمع وحاجياته وتحسيناته ولا تؤدي إلى النزعة الاستهلاكية عند الناس وتخلينا مجتمع منتج يعتمد على ذاته في مطعمه وملبسه ومسكنه وعلاجه ده بالنسبة لهذا الجانب لذلك أنا تكلمت على الكفاءة الاجتماعية هذا هدف مهم في هذا الموضوع أن نحن نلبي احتياجات المجتمع دون إصراف أو تبذير أو طرف مع مراحات احتياجيات المجتمع من ضروريات وحاجيات والتحسينيات بصورة متوازنة وأيضا الجانب الآخر اللي بيعمل منتج ده ما بيعملوش خيري هل لنا نكون وقعيين نحن ممكن نعمل هندسة مالية إسلامية خيرية نجذب بها الناس العمل الخيري لكن في نفس الوقت فيه هندسة مالية إسلامية ربحية فأنا دلوقتي كبانك إسلامي أو مؤسسة إسلامية أو غيره أنا بعمل هندسة مالية الغرض منها أن أنا محتاج ربحية في نفس الوقت فدي نقطة أساسية أن أنا أحقق ربحيتي في هذا الموضوع وأحاول أن أنا أجذب من خلال هذه الهندسة المالية الناس أو العملاء والمجتمع وأوفر لهم المنتج بتكلفة قليلة وبضقة وبسرعة كبيرة هو ده اللي أنا عاوز أحققه من خلال الهندسة المالية الإسلامية في هذا الإطار ده اللي احنا بنسع له لكن ما قيمة هندسة مالية إسلامية وهي توجه الناس إلى الاستهلاك وهي تحول بين الناس وبين الإنتاج وهي تركز على القطاع الرئي أو القطاع الخدمي وترك الزراعة والصناعة اللي هي أساس بنيان أي دولة اقتصادية فده بسميه حاول تموي فلابد أن يكون عندنا نظرة كلية متكاملة في هذا الأمر جميل هذا ما يقودنا إلى الحديث عن ضوابط الهندسة المالية الإسلامية والفرق بينها وبين الحياة قدمت فضيلة الدكتور ما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم في توسيط النقد بين التمر الجمع والتمر الجنيب أو الحديثك عن مثلا ما تحدث به عن العباس بعبد المطلب وعقليته التجارية وكيف أقر الإسلام هذه النظرة التجارية بتقليل المخاطر وتقليصها هل هذه الهندسة هكذا سبهلنا بلا ضوابط بحيث أنها تجرنا إلى اللا كفاءة الاقتصادية واللا كفاءة الاجتماعية فتح الله عليك يا دكتور وإحنا حطينا الثلاث ضوابط دولة إذا كنت أسمعك الآن يا دكتور نعم أنا أسمعه جيد نعم إحنا حطينا الثلاث ضوابط دولة يا دكتور وصبقنا حقيقة يعني غيرنا وإحنا ضفنا يعني ضفت إنك الكفاءة الاجتماعية وصبقنا غيره في الكفاءة الاقتصادية وغيره لكن أنا أستطيع ببساطة يا دكتور أقول حاجة بسيطة الضابط لهذه الهندسة ببساطة أستطيع أقول مبدأ المشروعية أسميه مبدأ المشروعية هذا ضابط واعتبره حتى لو ضابط وعيد وهذا الضابط ينتقل بي أن المشروعية أقسمتها على سلاسة أنواع مشروعية كيفا وكما ومخصدا كيفا بأن تكون هذه المنتجات وهذه الآليات وهذه الحلول الخلاقة لمشاكل التمويل تكون في دائرة الحلال بعيدا عن دائرة الحرام ده رقم واحد رقم اثنين وهي كما ألا تؤدي هذه المنتجات أو الأدوات إلى إصراف أو تبذير أو طرف في المجتمع وأن لا تؤدي إلى هرم المقلوب تقدس فيه الكماليات وتهمل فيه الضروريات ده هذا البند الثاني البند الثالث وهو مقصدا ألا تستخدم أو ألا يتم ابتكار منتجات باسم الهندسة المالية الإسلامية وهي في حقيقتها هندسة مالية شيطانية كمان يعني رأينا كما قلنا في موضوع التغرق المصرف المنظم أو قلب الديون أو حتى موضوع النهاردة عوايد التأخير اللي أصبحت صراحة شيء مزموم يعني شيء مزموم وشيء غير مقبول أصلا حتى بموضوع عوايد التأخير اللي بتاخدها بعد البنوك ليه تاخدوها أصلا بالمنطق الاقتصادي لماذا تاخدون عوايد التأخير؟ أنت ألف بقى عندك في العمل المصرفي للي مارس عامل مصرفي أن أي عميل بيجي يتعامل معاك في تمويل لابد عندك حاجة سمال 5 سيز مدرسة أمريكية حتى طالك وإحنا بيستفيد منها لابد تدرس شخصية العميل أو سمعته وتدرس قدرته على الدفع رقم 2 وتدرس راس المال بتاعه والضمانات اللي هيقدمها والظروف المحيطة خمس حاجات كل واحد اتعلم في بنك عرفي الآتي أن اللي أربح حاجات الأخرانية دي لو كلهم مية مية والسمعة بيشوبها شائبة ما تديش للعميل ولا دينار ولا درهم ليه؟ لأن السمعة عندنا تعني عدم المماطلة فتيجي حضرتك النهاردة تديته تمويل وتيجي بعد ما تقولي ده ماطل أنا أفرض عليه غرامة تأخير طب ليه أنت ما درستوش صحي من الأول؟ ليه اللف والدوران والحيل المزمومة اللي ابن القيم يتكلم عنها في إعلام الموقعين كلام يكتب بمية الدهب يعني حنى دلوقتي أصبح قلعا من حال اليهود في بعض الأمو يعني ليه؟ لأن اليهود كان عندهم يوم السبت وخلاص الحتان كانت بتطلع يوم السبت جميعهم حطوا الشباك الجمعة بالليل وياخدوها لحد الصبح إحنا عندنا النهاردة نشغل بالحيل المزمومة طول أيام الأسبوع مش يوم السبت بس اللي هو أجازة أصلا فدي برضو من ضمن الحاجات اللي أنا حبيت يعني أؤكد عليها في حواري مع حضرتها الآن في عندنا إشكال يتحدث عنه الكثيرون وهو ما الفرق بين المخرج الشرعي والحيل المزمومة قد يقول لك قائل إنني لم أستجلب الحيل المزمومة وإنما استجلبت المخرج الشرعي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوسط الدراهم والدنانير في النقد بين الجمع والجنيب هل في ضوابط عندنا في الاقتصاد الإسلامي بهذا؟ فتح المقالية توضح هذا الأمر؟ شوف حضرتك أنت عارف حتى لما وضعوا ضوابط للعقود المركبة اتكلموا فيها ما يقديش لبيعتين في بيعا ما يقديش للمحرم ما يقديش حتى الأيوفي أو غيره وضعوا ضوابط لهذا الوضع بالنسبة للعقود المركبة حضرتك بتتكلم في النقطة دي أنا لما جي أنزل لأي معاملة يا دكتور ما نزورش نظرة جزئية لابد من النظرة الكلية هي دي النقطة الأساسية في التعامل لابد أنزل نظرة كلية أنت أنزل لحديث الرسول ببساطة هناك دو هو الرسول دلوقتي لما وصت النقد وصته ليه؟ عشان الناس تبعد عن ربا الفضل وربا النساء في قصة القصة دي كلها يعني ربا البيوع بصفة عامة ابتعدنا عنه من خلال توصية النقد والرسول هنا جعل النقود زي ما قلنا من قياس للقيم ومعيال للمدفوعات الأجلى إلى أخيره في هذا البوضوع فده واضح المعالم إن إحنا المخرج الشرعي بيبعدك عن الحرام أما اللي بيسميه بالصورة دي الحيل فهي تصل بك إلى الوقوح في الحرام حتماً لا محالة دي نقطة أساسية في هذا التعامل فالذلك أما بصي مثلاً للتوارق والمصرف المنظم هل السلعة تحركت؟ هل السلعة حصل لها شيء اللي هو البنك أنت بتوكله يبقى لك سلعة يشتري لك سلعة بالمربحة بمبلغ معين ثم بعد كده أنت دلوقتي بيشتري لك سلعة بناء على طلبك بالمربحة ثم توكله ببيع نفس السلعة في السوق الدولة أو غيره ولا أنت شفت سلعة ولا أنت تملكت شيء في هذا الموضوع فهنا دلوقتي أنت وصتت السلعة للوقوح في الحرام ليه؟ أنت النهاردة احتلت فلما تنزل نظرة كلية هتلاقي دي نقد بنقد وبينهما حريرة قام قال ابن عباس وكما سماها الإمام ابن تيمية الحيلة السلاسية في هذا الإطار ابن تيمية سماها العينة السلاسية وبساطة بص يا سيد سالم يا دكتور سالم حقول لحضرتك حاجة بسطة جدا نعم أنا لفت نظري حاجة صراحة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عشانا أقولك النظر الكلي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الحلال وبين والحرام وبين وبينهما أموره مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فكيف إذا كان يعلمهن هؤلاء العلماء اللي بيتكلموا ده أدو نقطة أساسية وبعدين ألفة من الطاقة الشبهات فقد استبرأة لديني وعرضي إلى آخر الحديث وبعدين جيه في آخر الحديث إيه إيه الرسول تكلم عن القلب في هذا الموضوع تكلم عن القلب ليه في الحديث لأن الحديث يطول شرحه بس أنا بتكلم على نقطة الحديث ده الرسول تكلم عن الشبهات وتكلم على ألا إن في القلب مدغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وهي القلب ليه بقى القلب أفتح الله عليه ليه القلب بقى لأن القلب هو مدر نية الأعمال فلابد أن يتفق الباطن مع الظاهر بل إن الفقهاء يقولون إذا كانت في العقود الإرادة الباطنة ظاهرة عن الإرادة الظاهرة تقدم الإرادة الباطنة إنما الأعمال بالنياء فكيف بمن يتحايل اليوم وهو يعلم أنه يتحايل وإن في النهاية في النهاية هي نقد بنقد 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 بزيادة وبينهما سلعة واضح الأمور في هذا الوضع يعني لا تحتاج يعني أنت حتى حضرتك لو جبت بس يعني أنا مثلا في بعض الكورسات كنت بدأها لبنوك تقليدية وابنوك إسلامية في نفس الوقت فكنت أجد النزاع ما بين هذا وزاك البنك التقليدي يقول لي يا دكتور والله ما عدا يفرق عن دحك وشفت بعض الموظفين اللي اشتغلوا ببنك تقليدي ورحت عملوا بالتورق المصرف المنظم قال لك ده بيتحقوا علينا فالضابط واضح تماما زي ما قلنا حضرتك في هذا الإطار الضابط واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أراد أراد أن يخرج من شيء هذا الشيء محرم ليصل بالناس إلى الحلال أما هم الآن اللي بيحصل شيء النهاردة موجود حلال بيتحيلوا به حتى يقع الناس في الحرام من أجل تسهيل المعاملات زي موضوع التورق في النهاية زي ما قلنا نقض بنقض وبينهم حريرة زي النهاردة موضوع المشتقات المالية بعض الناس عاوزة تبيح الخيارات وبدأت تطبق في الدول الإسلامية على أن الخيار حق وأنه حق زي حق الشفعة وهذا كلام باطل لم يقل به أحد من علماء السالفين أو اللاحقي فهو حق مجرد لا يجوز ابتياعه أو غيره من هذه الأشياء فدي كلها وسائل من وسائل التحايل للسير في ركب الحضارة الغربية في هذا الوضع ودي إشكاليتنا اللي احنا عايشين فيها وشايفين دلوقتي لا يوجد فيها غير تخبط حتى وإن تقدموا ماديا فهموا انتكسوا أخلاقيا فلماذا نريد أن نقلد غيرنا وعندنا في شرعنا ما يستطيع أن يصل بنا إلى ما نريد للارضاء الله عز وجل وتحقيق متغى العباد جميل جدا دكتور لكن أنا دعني أدافع عن نقطة معينة يعني مثلا الذين يتحدثون عن الصورة مثلا يقولون مثلا أنتم تنتقدون الصورة مثل ما ذكرت دكتور وقلت مثلا من دربتهم في البنوك التقليدية يقولون مثلها مثل البنوك الإسلامية يقولون ومن قال لكم أننا لا نريد أن تكون مثلها مثل البنوك التقليدية في الصورة يعني كحديثنا مثلا عن الزنا والزواج هو في الصورة واحد لكن هذا أحله الله وهذا حرمه الله جميل فنحن نفعل ما أحله الله ونترك ما حرم الله وإن كانت الصورة متفقة هذا ما يقولونه نعم دكتور جميل هذا كلام طيب اللي بتقوله حضرتك طيب لما نتكلم عن الزواج في عقد له شروط وفقا للإسلام ولي وشهدي كتب حضرتك في هذا الموضوع لما نتكلم عن الزبح لابد بسم الله كتب حضرتك في هذا الإطار فهنا الضوابط وجده لكن في الوضع الثاني الضوابط للأسف الشديد شكلية وحينما تنظر نظرة جزئية قد نتطفق معك في اللي بتقوله جزئية لكن حينما أنظر نظرة كلية حلائي نقد بنقد وبينهما حريرة زي ما قال ابن عباس وفي نمازج كتيرة في هذا الوضع في هذا الموضوع فهي النقطة في كده النقطة حينما ننظر إلى موضوع الحيل واضح تماما أديك مثال بسيط أنا قبل أن أكتب في موضوع طارق المنظر وكنت في الدولة العزيزة دولة الإمارات العربية المتحدة قبل ما أكتب في موضوع الطارق أنا ماذا حدث أنا روحت البنك مدمنوك وش بنك واحد بوحت الأكتر من البنك فلما روحت بتكلم مع الموظف بقوله أنا عاوز فلوس بقوله كده أنا عاوز فلوس قال لي خلاص هنعمل لك توره على طول البنك التالي نفس الوقت والتالت نفس الوقت فالأمور وضحت المعالم في هذا الإطار وبعدين النهاردة لما يب أنت عندك مثلا معلش يعني ليه أنا مشا أعيش ناحية الحاجات دلوقتي المرجوحة وليه دلوقتي الإسلام هل الإسلام ونظامه المالي والاقتصادي يقام على الرخص؟ ما في نظام أمة يقام على الرخص صحيح الرخص دي الفرد ولا غيره لكن نظام أمة يقوم على العزائل في هذا الإطار فلا يقوم اقتصاد على رخص للأسف زي الميتة والمنخانقة والموقوزة والمتردية واسيب الطيبة أنت عندك دلوقتي أكتر من 20 صيغة ليه أنت عايش ومرمت نفسك باللغة العامية المصرية بتاعتنا في موضوع التورق المنظم ولا المرابحة للأمر بالشراء المرابحة للأمر بالشراء أنا مش ضد المرابحة للأمر بالشراء بس نتطبق صح وبعدين إحنا لما نرجع لتاريخ المصرفية الإسلامية والمفكرين الأوائل هنجد الناس أول ما فكرت فكرت في البنوك الإسلامية إنها بنوك تموية ولذلك كان بتركز على المشاركة فركزت في موضوع المشاركة وكانت المشاركة ماشية لكن للأسف الشديد الموظفين اللي جون من بنوك تقليدية بقوا يقولوا ويدنك منين يا جوحة بالمسل المصري ويبقوا حول المشاركة إلى حساب جاري مدين وتحولت إلى قرض الفايدة وبدأت الناس ما تسدتش لأن أقصى مخاطر وأشد مخاطر هي المخاطر الشرعية في وجه نظري وبعد كده قالوا إيه طب خلاص المرابحة ظهرت هنتعاملوا في المرابحة المدة بسيطة ثم بعد ما نتعامل في المرابحة المدة بسيطة هنرجع للمشاركة تاني هل هم راجعوا للمشاركة؟ لا ده راحوا للتوارق المنظم ودي قلب الدين ومش عارفين بعد كده هايودون الفين فأنا وكد نظري زي ما قلت وبكرر مليون مرة إن أشد المخاطر بأسا هي المخاطر الشرعية ولو اتقت السيرافة الإسلامية وغيرها من أي واحد بيتعامل إسلامي لو اتقت هذه الشبهات حتى مش المحرمات أنا بقول ده بقول خليها حتى معنا أنا فوجة نظري أنها من المحرمات أمثال التوارق المنظم وغيره مش فوجة نظري بأس لجه مجمع الفقه الإسلامي بتاع المنظمة وبتاع أيضا رابط العالم الإسلامي حرموا موضوع التوارق المنظم اللي هو أصبح السمة الموجودة في كثير من البنوك وبيع العينة ببيع العينة نفس الوضع ببيع العينة ما هو موجود في ماليزيا والسيدة عائشة قالت لزوجة أحد الصحابة بلغي زوجك أنه قد حبط عمله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل بيعت عينة واحدة فكيف بمن يؤسس مثل هذه الأمو فدي نقطة أساسية نحن هنا نتكلم على نظرة كلية وليس نظرة جزئية في هذا الإطار وهم يلتزموا يلتزموا زي ما بنقوله بالزواج للشروط التزموا بشروط العقود كما أرادها الله عز وجل في ظاهرها وباطنها لكن الإسلام لا يقر المواطع في العقود كما في بيع العينة وكما في بيع التورق المصرفي المنظم أكثر من مرة فحبذا لو تبسطه للمشاهدين دكتور صورة حاضر أبسط أقول لي وأن أبسط التورق المنظم بالنسبة لإيه التورق المنظم التورق المنظم أوضحه فتح الله علي أنا أقول لك يا دكتور حاضر الله يكرم شوف يا دكتور أنا أحيانا بعض الزمل الأفاضل والإخوة الأفاضل في بعض الدول بيتصلوا علي ساعات بصراحة عشان كانوا عملوا تورق منظم وبعدين هم نفسهم مش مقتنعين باللي تم يعني أنا الكلام بيضحكني لي لأنه هو يقول لي البنك اتصل علي ألا بيع لك يعني فهو قصته إيه التورق المنظم ببساطة أنا دلوقتي محتاج فلوس فقوم أروح للبنك أقول له يا بنك أنا محتاج فلوس محتاج مئة ألف فيقول لي حاضر أنا هعمل لك مربحة المربحة دي هشتري لك سلعة من زيت النخيل بتاع ماليزيا أو من السوق الدولي بمئة ألف وإحنا هناخد أرباح عشرين ألف مثلا نتقصته على خمس سنين يبا أنت هتدفع لنا مئة وعشرين ألف على خمس سنين هذا أول صفقة تمت وبعدين يقول له اعمل لي بقى توكيل حبيع لك السلعة دي في السوق الدولي لو افترضنا إن خاد السلعة دي طبعا عمله توكيل بالطبع لازم يعمل له توكيل ويرحوا ويبيع السلعة في السوق الدولي لو باع السلعة في السوق الدولي بخمسة وتسعين ألف هياخد الخمسة وتسعين ألف يحطوهم في حساب العميل كاش أصبح العميل دلوقتي خاد خمسة وتسعين ألف كاش في إيده مثلا يعني أو مئة ألف لو بحهم مئة ألف وهو بيسدد مئة وعشرين ألف لهو استلم سلعة ولا قبط سلعة ولا يعرف حاجة عن حاجة ما إلا شوية تمضياته وانتهت القصة على كيف لكن الإسلام ما حرمش التورق الفردي جمهور العلماء على إباحته ما عدا الإمام ابن تيمية وتلميزه ابن القيل إننا ممكن بقى في الحالة دي البنك يشتري للسلعة وأنا روح أبيح أبرحت في أي حتة دي ما فيش مشكلة فيها فيش أي مشكلة إحنا بنتكلم على الهندسة المالية الشيطانية في الربط بين المعاملة دي كلها لو نظرت نظرة كلية ستجد في النهاية إن العميل خاد خمسة وتسعين ألف وبيدفع مئة وعشرين ألف صحيح يعني لا فرق بينه وبين من أتى إلى قرض وطلب قرض بمئة بخمسة وتسعين ألف ورجع مئة وعشرين يعني بفوائد خمسة وعشرين ألف دينار صحيح ولذلك يا دكتور إحنا بنطالب يا دكتور يعني دايما يا دكتور بصراحة مدام النقطة دي برضو مهمة لأن إحنا في النهاية البنوك الإسلامية يعني مدام يعني مهبة كان هي في بيئة هذه البيئة للأسف أسرت عليها سواء متعلقة بسياسات بعض البنوك المركزية ببعض الدول متعلقة بالعملين الموجود فيها أو متعلقة بمجلس إدارتها الذي لا يمثل أي صورة من صور الإسلام في بعض البنوك أنا بتكلم بالشفافية كاملة صحيح لأن في عملية تجريب موجودة لكن هذا لا يعني هدم هذه البنوك هذه البنوك بنيت على أكتاف ناس حملت الفكرة الإسلامية فلابد من المحافظة عليها وإذا كانت في كبوة أنا كمسلم أقل الأشياء إن أنا حط حساب بنك إسلامي ولا أذهب إلى بنك ربوي مهما كانت الظروف وإذا علمت أن البنك فيه معاملات ربوية أنا أتصدق بجزء من العائد وإذا كنت أنا كعميل رايح أتعمل مع البنك بتمويل يبقى أكون عارف الحلال والحرام فين بحيث أن أنا في الأمور دي ألزمه أن يعمل الحلال ده مطالب آية الدين اللي هي أطول آية في القرآن ربنا عز وجل في الآية قال تقو الله تقو الله أكثر من مرة لماذا؟ لأن تقو الله عز وجل ليست ليست بالباع فقط ولا المشتري فقط ولا الدين فقط ولا المدين فقط ولكنها خاصة بالطرفين فلابد المسلم اللي حيتعامل مع بنك إسلامي يكون عارف بالحلال والحرام كما وطن لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وقال كعندما كان يضرب الناس بالضر في السوق ويقول لا يبيح في سوقنا إلا من فقط وإلا أكل الربا شام أبا فهنا المسئولية مشتركة والواجب نصبر على البنوك الإسلامية يا جماعة لأن ده اختصاج جزئي لا توجد دولة إسلامية تطبق تعليمات الإسلام على مستوى العالم الإسلامي فهي تعيش في بيئة غير مواتية صحيح في خلل موجود فيها في هذا الوضع في بعض البنوك يعني لكن هذا لا يعني هدم التجربة لابد أن نقف معها لأن إن شاء الله إن عاجلا أو عاجلا يعني المستقبل للإسلام وحينما يكون المستقبل للإسلام سيكون أيضا المستقبل للاقتصاد الإسلامي بما فيه ليست البنوك الإسلامية البنوك الإسلامية لهوتمثل شي وشيء يعني جزء من البنوك الإسلامية جزء من الإقتصاد الإسلامي ولذلك الله يعحمه عيسى عبد ورحمة الله عليه كان دائما بيقول أخش ما أخشاء إن الإقتصاد الإسلامي ينحصر في البنوك الإسلامية وإذا اللي موجود النهار د lihatنا عندنا البنوك الإسلامية وعندنا أسوء الألوان وعندنا مؤسس الزكاة وعندنا مؤسس الوقت وعندنا الشركات العادية عندنا كل الأمور شركات التمويل شركات التكافل دي كلها فده كله في اقتصاد جزئي ما زلنا نعيش في اقتصاد جزئي فلابد من الصبر في هذا الاطار وإذا كنا الآن بننقض بعض الأشياء هي من باب فقط النقد البناء من أجل التصحيح وليس من أجل الهج فنحن ضد أي هدم لفكرة السيرافة الإسلامية لأنها زي البشر منا من يحسن ومنا من يسيه فنحاول أن نقف مع المحسن وندفعه للإحسان والمسيء أن نحاول أن نعالجه بلطف أيضا ونقف معه حتى يقف بصورة جيدة والنقد في أصله نابع من محبة للشيء وليس بغض له وليس لغرض هدمه كما ذكرت دكتور صحيح حديثنا الآن الذي جرنا لهذا هذه الحيل هو عملية التحوط وصناعة التحوط فجبرتنا أن نلجأ إلى الحيل كما قال بعض الناس يعني ما أدوات الهندسة المالية وصناعة التحوط الدكتور يعني حبذا لو عرجت عليها قليلا يعني فيما تبقى بالوضع أيب ربنا يبارك فيك طبعا هو القصة القصة ببساطة هو الموضوع ارتبط بخذية المشتقات والمشتقات المالية عبارة عن يعني ترتبات تعقدية تعقدات بين طرفين الاتنين دول بيتفقوا ده مثلا على شراء أو بيع أصل مال معين أو أصل حتى حقيقي زي البترول أو غيره وهذه الترتبات التعقدية في غالبيتها لا يتم فيها تسليم ولا تسلم بل عملية التجار في المخاطر يعني أنا مثلا بتوقع مثلا إن مؤشر البورصة في اسطنبول حيرتفع وحضرتك بتتوقع إنه حينخفض فأنا بعمل عقد مثلا وإنت بتعمل عقد لو عملنا عقد مثلا من عقود المستقبلية أو عقود الخيارات أو غيره أنا مش هخش في تفصيلات كثيرة لأن أمور معقدة شوية بس بسطها للناس إذا حدثت توقعاتي أنا هي التي تحققت أنا كسبت وإنت خسرت فربحي هو خسرتك وخسرتك هي ربحي أو ده اللي قايم عليه موضوع للتجار في المقاياة في المخاطر في بعض النواحي واحد بيتحوت من ارتفاع سعر العملة مثلا أنا مسافر دولة أوروبية ولا غيره وخايف إن سعر الصرف مثلا يرتفع بالنسبة لي فبعمل عقد في هذا الموضوع أثبت فيه سعر الصرف بحيث إن سعر الصرف يظل سابت مقابل بقى شيء بأدفعه مقابل هذه الأشياء يعني طيب بالنسبة للجانب الإسلامي الجانب الإسلامي بيرفض عنده قاعدة مهمة جدا في موضوع البيوع إحنا عندنا في البيوع لو جينا صنفناها على طريق الدفع التمن حلاء البيوع على أربع أنواع بساط يا إم التمن يندفع دلوقتي والسلعة دلوقتي وده البيع المطلق أو الحاضر المعروف عند الناس كلها اللي احنا بنتعامل به يا إم التمن يندفع الأول والسلعة تسلم بعد كده ده اللي هو بيع السلم يأم عكسه السلم السلعة تسلم الأول والثمن يندفع بعد كده وده بيسلم والبيع الآجل أو البيع بالتقصيد إذا كان مقصد الحالة الرابعة إنه بيتأخر فيها الثمن والسلعة مع بعض وده اسمه بيع الدين بالدين أو الكالق بالكالق يعني المؤخر بالمؤخر وهذا لا يجوش شرعا فيحنا لما نتكلم عن الهندسة المالية إحنا ما عندناش مانح في موضوع الهندسة المالية الإسلامية بس مهم جدا الشرط المهم الرابط الأساسي ألا يؤخر البدلين في العقود المتعلقة بالمشتقات سواء العقود المستقبلية أو عقود الخيارات هللاحظ إن الثمن وحتى العقود الأجلة اللي هي الموجودة أيضا في هذا الإطار هللاحظ إن الثمن والسلعة بيؤخر تسليمهم وفي عقود المشتقات العقود المستقبلية والعقود الخيارات نسبة التسليم لا تتعدى 2% والباقي كله عمليات مضاربات في الغالب لا فيها تسليم ولا تسلم وإنما تسويت فروق أسعار زي ما ديت مثال من دلوقتي يربحها الرابع ويخسرها الخاصر وإذا اللي حصل لما الناش شافت البترول من العام الماضي لما قالوا البترول تحقق بالمينس كان نتيجة أيضا لتعامل عليه بالعقود المستقبلية طيب إحنا في الإسلام دلوقتي أنا عاوز أتحوط ضد المخاطر لو أنا بقى عاوز الواجب ما يكونش أساس التحوط المضاربة لأن التحوط حقيقة إن أنا مثلا في موضوع التحوط إن أنا دلوقتي عاوز أعمل نعمل حماية نفسي فأنا دلوقتي لو عاز أتعامل بموضوع في هذا الأمر الواجب أنا ما يكونش كل هدفي موضوع المضاربة بل هدفي في هذا الموضوع اللي هو التحوط ضد المخاطر اللي ممكن أتعرض له طيب أتحوط ضد المخاطر دي إزاي إننا عندنا عقود في التمويل الإسلامي هذه العقود ممكن تتم ولا يوجد فيها تأخير للسلعة والتمن في هذا الإطار زي إيه؟ زي مثلا لو حاجنا مثلا للبيع الآجل أنا دلوقتي خايف إن سعر سلعة يزيد سعرها مستقبلا فممكن أشتريها بالآجل عندنا أيضا بيع السلم نفس الوضع أنا دلوقتي لو أنا دلوقتي حدفع ثمن سلعة والسلعة برضو حزيد ثمنها مستقبلا ممكن استفيد من بيع السلم إن أنا دفحت الثمن إيه؟ الثمن الرخيص في هذا الإطار يبقى أنا دفحت الثمن بهذه الصورة وبعد كده السلعة حستلمها ساعة ما استلمها حيكون سعرها بدأ يزيد بالصورة دي فكنا عملت تحوط ضد ارتفاع الأسعار عندنا بيع الاستصناع مع إن بيع الاستصناع يؤخر فيه الثمنين يجوز فيه اللي هو الثمن والسلعة لكن بيع الاستصناع لماذا يؤخر فيه الثنين؟ لأن بيع الاستصناع بيختلف عن بيع السلم إنه بيشترط فيه الصنعة يعني الإيد هي اللي بتشتغل فيه فلذلك الثمن فيه الاستصناع خد حكم الأجرة في الإجارة الأجرة في الإجارة يجوز دفعها مقدما أو تقصدها أو تأخرها كذلك السمن في الاستصناع فأنا ممكن دلوقتي نفس الوضع أنا ممكن يا جماعة أنا حس الأسعار حتزيد وفيه مثلا شقة بتتباع فأنا ممكن أشتري شقة بالاستصناع ده أدفع مقدمات وبعدين أدفع أخصات أبص ألاقي الشقة بعد ما خدتها سعرها زاد يبني أنا اتحوضت ضد مخاطر الارتفاح هذا الأمر ممكن مثلا أستخدم في موضوع العملة هذه أمثلة الإسلامية لعملية لعملية التحوط أنا خايف سقر عملة يزيد بالنسبة لي ممكن أعمل وعد وهذا الوعد ممكن يكون ملزم للطرف الآخر إن دلوقتي العملة دي حيبيح لي بسقر معين بهذا الإطار ممكن أستخدم أيضا بيع العربون إلا أنا دلوقتي بيع العربون إن أنا أشتري سلعة إزاي إن أنا بدفع تمنها وخلاص البايع حاجة سالي لحد ما جيب له باقية التمن يسلمني السلعة ده بيع العربون البايع حين بتحوط من مخاطر إن العميل لو ما خدش السلعة يبقى اللي حيحصل إياه حياخد العربون أو في الاتجاه المعاكس إن البايع دلوقتي لقى سلعة لقطة فبدأ دفع لها عربون وتحاول ضد مخاطر ارتفاحها كل ده موجود في الإسلام بطريقة سوية سالسة مرتبطة باقتصاد حقيقي ليس مرتبطة باقتصاد وهمي قايم على الوهم وقايم على بيع الديون وقايم على مراهناء وعمليات بقى العمليات للأسف الشديد زي ما نحن نشوفه في البرصات العالمية عمليات بيع الحقوق نفسها ما عندناش الكلام ده في الإسلام إن عمليين ده يبيع لإيه ياخد مثل حق العربون ويبيعه ولا ياخد حق الخيار ويبيعه الكلام ده مش موجود عندنا بالصورة دي فهنا أنا حققتي اللي أنا عاوزه من التحاول التحاول ضد المخاطر بأسطوب شرعي بعيد عن أي صورة للأسف الشديد يا دكتور أنا وجدت بعض الناس كتبال المشتقات الإسلامية والله أنا بتعجب من بعض الشخصيات اللي بتكتب هذه المصطلحات إيه مشتقات إسلامية دي اللي انتوا بتتكلموا فيه جبتوا منين المصطلح انتوا ماشيين ورا الغرب في كل حية وخلاص أقول التحاول ضد المخاطر ماشي مقبولة لكن مشتقات إيه اللي انت تتكلم عليها في هذا الإطار صحيح صحيح فعلا دكتور كما كما أسلفت حقيقة يعني في عدة ربنا بارك فيك الله يعطيك العافية دكتور بارك الله فيك لكن في عجالة يعني نريد أن يعني نتحدث عن نقطة مهمة نريد أن نقفل بها حديث كلمات يعني في الهندسة المالية يعني هذه الهندسة التي أفتنا بما ذكرته اليوم تعيش وسط اقتصاد عالمي أكبر منها بكثير ويعني وتياره جارف بعمق فبيقول لك كيف أني نقدر نسيطر على هذا التيار وكيف نقدر نجاري العالم التاني إلا ببعض أني ننتهاون في بعض الأمور يعني هل هذا مبرر يعني والله يا دكتور شوف من بحث عن الحلال أوجده الله عز وجل له هذا الحلال لكن ربنا بيقول لا يكلف الله نفسه لا وسعها فهل بذلنا الوسع فعلا في هذا الإطار هو ده الشؤال ده رقم واحد وبعدين النهاردة احنا لاحظنا أنا كنت قابلتي زمان الله يرحمه بحاج سعيد له تاه وكان بيحدثني على تجاربة بنك دبي في أوله وإزاي البنوك الأجنبية كان بيتيجي متعجبة ايه بنك إسلام ومش إسلام آه مؤسس بنك دبي الله يبرك دعا وبعدين بيقول لي بعد كده خلاص بدأوا يحترموا أمورنا يعني أنت عندك مثلا حديك مثال هي الهندس المالية دي مش عملت موضوع الأرصيدة التعوضية لا مثلا يعني أنا دلوقتي لو حسابي مكشوف عنده مراسل في الغرب اتكشف حسابي لمدة يوم كان بيحسب فايدة علي فأنا جيت قلت له يا بنك أنا بنك إسلامي احترم قراتي في هذا الأمر فأقول له دلوقتي أنت حسابي تكشف عندك بمئة ألف لمدة يوم يا عم أدي متين ألف هم مئة ألف اللي هم انكشفوا ومئة ألف حقك اللي ليك عندي قاعدوا مدة يوم عنده حلنا المشكلة في هذا الإطار فإلا أنا أقصده النهاردة أنت حاول تهندس وهم إن شاء الله حيوفقوا لأنه هم مش ضد الأمور دي طب منظمة الفيزا والماستركار هي بنيت كلها على أشياء غير إسلامية ولكن لما ظهر لهم الأخوة بعض الأخوة التراعيين راحوا تكلموا معاهم راحوا ذلك في منتجتهم لكن في ناس بتلفوا الدور هي شغلتها كده ما تعيش في غير غير للأسف الشديد في قمامات السيرفة عذرني في المصطلح هذه قمامات السيرفة هم عايشين على كده خلاص خلوهم في قماماتهم لكن هذا لا يمنع إن في ناس عندها إرادة وعندها قوة إنها تطبق الصح وإنها تختار الجيد من المعاملات اللي يرضى الرب لأن في النهاية هتحصل البركة إحنا لما نشتغل بقى مبرراتية في كل شيء كده كل شيء مبرراتي 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 طيب أين قول الله عز وجل يمحى كله الربا ويرب الصدقات أين قول الله عز وجل يتخبطه الشيطان والمسلوح نحن شايفين العالم كله النهاردة كده فإحنا قدر الإمكان في هذا الإطار بنحاول إن إحنا نجتهد إن إحنا نحط إدينا في الطريق الصح تم الاعتمادات المستندية الفقهاء نفسهم اختلفوا فيها هل هي من الموعدة الملزمة ولا بيعدين بدين ولا هي إيه والآخر الحاجة العامة هي اللي أبرزت هذا الموضوع نتيجة للوضع العالمي فالقصة كلها الوضع كله إن إحنا بنتكلم إن يكون فيه إرادة صادقة إن الفقيه إن ما يكونش فقيه مال إذا كنا بنعيب على بعض الفقهاء إنهم فقهاء سياسة وفقهاء حكام فنحن نعيب أيضا على فقهاء المال ولكن في كل زمن الأزمان هناك فقهاء سلطة وفيه فقهاء مال فالإنسان الإنسان فعلا لابد يقف مع نفسه ويقول والله أنا أنا يكون عندي إخلاص لله عز وجل وأول حاجة في التعامل هي الإخلاص إنما الأعمال بالنية الإنسان يرجع نفسه إذا كان لأنه موقف أمام الله هل هو في هذا المنتج الذي عمله أو المنتج اللي ابتكره أو اللي سعى أنه يطبقه هل هذا المنتج فعلا كان فيه إخلاص لله ولا عملية تحايل من أجل الربحية لرضاء مجلس الإدارة وملاك البنك أو ملاك غيره وغيره في هذا الوقت فدي وقفة مع النفس لابد الإنسان يقف فيها والدنيا فيها السيء والطيب هكذا الحياة كده فلا نستطيع أن نعمم القاعدة العامة لا نستطيع التعميم نحن نتكلم كلام على أمومه يعني ما منخصش حد معين ولا نستطيع أن نعمم التجربة كلها في هذا الإطار بل هناك الجيد وهناك السيء وهنا الناس لازم يكون لها رأي لأن السمعة الشرعية أشد أنواع الأشياء سمعة في الضرر بالمصرفية الإسلامية وبالاقتصاد الإسلامي ككل حقيقة بارك الله فيك دكتور أفت في هذا الموضوع وقربت الصورة للمشاهدين ولنا شاكر ومقدر لكم فضيل الدكتور أهلا ورحمة الله خير أما أنتم أيها المشاهدون الكرام فحتى يتجدد اللقاء بكم في حلقة جديدة من حلقات معايش أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة